بعد ما لعبت في النادي الاهلي واسم محمود صالح بقى رجل اساسي وكلام ده كله حتى بعد اياخدوك المنتخب ويوي وكلام ده كله انت بطلت وانت سنك كم سنة؟ 32 32 هل هناك سن معين للاعتزال ولا حسب قدرة الانسان على العطاء؟ حسب قدرته حسب قدرته وحسب مستوى النادي برضو اكتب يعني ممكن في الاندياك كبيرة تبقى خلاص ذلك انتهى ممكن تكمل في النادي اقل يعني مقل مستوى يا انت بعد انا بالنسبة لي لما والعزوة ما كنت مثل انا لما لعبت في النادي اهلي ما فكرت في نوعها كنت ممكن لعب سنتين كمان بس انا مرضتش احنا معتزالنا انا كنت اساسي اكتب انا عارف انا عارف قبل حضرتك السنة دي اذكر حضرتك كان يسبقها 92 اه كان مسكنا وانكل ايفر واستبعدني انا عدت ثلاث شهور ما بتمرنش استبعدني مع انه كنت لعبت مماتش في الدور ومماتش في الكاس كنت انت وطهر بزيت وربيع ياسين لا انا الوحدة ساعتها انت الوحدة دي مع الكابتن انور السلامة في نهاية المسم نفس اه اه انما بتكلم في نص المسم التاني اه لا البداية البداية بدأ مايكل ايفر تكلم اه تمام ومشي مايكل ايفر استبعدني فترة استبعدني فترة ورغم ذلك لما جي الكابتن انور السلامة تولى المسئولية انا قتلت في التمرينة كابتن وصم ملعة انا دايما نذكر القصة دي معاني الكابتن انور السلامة ليه كل التحية وتقدير يعني من شخصاتنا رح كلمة جدا طبعا كابتن بتاعنا اه اه قال للعيبة ده انا نفسيا بس برجع محمون طعيزين ويرجع انا رجع بس مش هلا بس انا قلت لزمائل بس انا حلا طب ليه ليه قال كده هو كان مستوى بقى وابقال لي فترة قاعد في البيت بقى ما متمرنش اه كان فيه معسكر من حظ المنتخب كان عنده مطشاط وفي واحد وعشرين يوم قاعدناهم في معسكر في انا في ناجي حماد اليمونيوم ناجي حماد النادي بتاع اليمونيوم ناجي حماد قتلت يا كابتن في الواحدة ورجعت نفسي بقيت مستعد وكان باقي واحد وعشرين مباراة في الدوري والكاس والموسم ده لعبتهم كلهم يا كابتن وجيه برضو وجيه لما في الاخر برضو جيه كابتن ارسالي ما اخد القرار وجيه مجلس ادارة بقى اما بطلت انا وربيع وطاهر وعلق ميهور بس انت الفترة اللي بعت مايكل ايفردي انت لعبت ما انا بقول لحضرتك كان باقي واحد وعشرين ماتش لعثهم كلهم لعثهم كلهم اساس كلهم وغزبانا كابتن ارسالي لا فرضت نفسك ايوا معناها مع هنا النقطة اللي نسي كنت بقول فيها مفيش مدرب يبطل لعيب طرم انت مستواكي اهلك هو حيلعبها بالضبط لانه مفيش مدرب هيقعد لعيب هو كويس لا طبعا كان رؤية فنية قال محمود وصالح وعلق ميهور وربيع ياسين وطارة وزيت خلاص يعني القرار كان من كابتن انور كفنيا اه وطبعا عرضوا على مجلس الادارة وكان موجود الله رحمه كابتن صلاح السليم ومجلس رب يعني برئاسة كابتن صلاح السليم وافق على القرار بتاع اه او ايده او يعني اه قرار بتاع كابتن انور واجتمع بينا في المكتب بتاعه 26 يولي اه بولاء عندنا ايو ايو 26 يولي اه وقلنا الخبر قلنا رأينا احنا طبعا ممكنا نقولين قرار نهائي انت نزل عليك الخبر دا ازاي مفاجأة طبعا مفاجأة اه حتى احنا بعض اتكلمنا وبتاعه من قال ان ممكن خلال الموسم انا عرضت ان انا عبطل انا ممكن ابطل دلوقتي فيش مشكلة انت اخدت القرار لا اه ان اخدت القرار بطلت بس انا قلت له ممكن يكون انا ابطل دلوقتي وخلال الموسم انت عايزين تبطلوا ربيع ومسلا معلاء خلال الموسم كله شهرين 3 واحد بس احنا عزنا نبقى شكلة شيك يعني مبقاش القرار كده ان الناد اللي اهلي استغناء عننا مرة واحدة ليه اه احنا قال له واحد فينا لعبة 12 سنة في ربيع لعبة 13 و 14 سنة ربيع لعبة اكتر من نن القرار ده بعد مباراة اهلي وزمالك طالب بلعب وعنده 17 سنة معاك وكابتن في فريق لاو لعبة 17 سنة والقرار ده بقولك اتاخد بعد مباراة اهلي وزمالك اه يعني اللي فوزنا فيها دي اه لو طاهر شوط الكرة واي من شاو رحم الفل وجاب جول طالما لعبة ملتزمة وخدمة نادي سنين طويلة يبقى قرر اعتزاله يبقى قرر فيه يعني مئة ناسب مع تاريخ اللعب طيب انت بعد اما كابتن الصالح قعد معاك وكلمتوا معاك وكابتن صالح تعرف كان مقراطي في كل شيء يعني واللي ما عادش مع كابتن الصالح ما عادش ما اتكلمش مع اي حد في الكرة طيب انت جواك كنت راضي بالقرار اللي انت اخدته ولا كنت ممكن انت افكر ان روح قلعب في اي حيط لا ما فكرتش خالص حد لقلت على في المقولين ومش اعفين تروم انا ادي صورة هاي بتاع تكابتن الصالح اه مع المهندس الشام السعيدة اه بالضبط الكاتفين دي محمود ده تكريم قطاع الناشئين يعني كانت حفلة كده ممكن تكون اه اواخر التسعينات يعني كابتن صالح توفق 2002 قررت اعتزالك لما اخدته وقلت خلاص انا مش هلعب كرة تانية كان من جواك راضي ولا كنت تماما تماما يعني انت راضي عم مشوارك في حيات الكرة طبعا هو طبعا المستوى الدولي كان ليه ظروفه كانت شرحت نارفه حاليس ايوه بس طبعا النادي الاهلي انا كنت اتمنى ان الختامي بقى جواه النادي الاهلي هلبس تشارتي تانية كابتن ازاي ما تعملكوش متش اعتزال لا تعملك متش اعتزال لا تعملك متش اعتزال لا بكلم حضرتها اه 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 لان انا مثلا يعني ما احترم الجميع اندية مصر طبعا اروح لبس فنية المنوع العرب مثلا او فنية الاتحاد ما انا شايفها مش هتدخل فيك لا يعني لا يعني الواحد خلاص تشبع باسم النادي الاهلي ونادي الاهلي ده كيان ما احترم زي ما انت بتقول كل اندية مقاولين والزمالة كل اسماعيلي والاتحاد كل الاندية دي كلها على عيني وعلى راسي واندية ليها كيان وقسام كبيرة وكان ليها باع كبير جدا في الدورة العامة وكرة المصرية بصفة عامة والنادي اللي بتحب انت طفل صغيرة مش عاوزة كلام انت متخلتش نفسك في ال بس انا عاكس انا خدت موضوع عادي حتى بعد القارن كنت قلت الكلام ده ممكن اكتر مرة كنت بخش في القطة المدير الكورة والقطة الكابتن ارس بقى خش واتكلم معهم عادي يعني ما اخد امور عادي في اللعبة اخدت موقف بصعوبة يعني انا اخدت عادي خالص انت حاس انك اخدت حقك في النادي الاهلي اه طبعا الحمد الله راضي كل الرضا طبعا وراضي عن مشورك الحمد الله طبعا طبعا